بسم الله شايفة يا برج التور انه امورك الصحية جيدة في شعور بالشباب بالصحة برد النظر عن عمرك سواء كنت كبير او صغير في منكم اللي رح يبدأ بنظام غدائي جديد لصحته وكذلك عم شوف في ناس منكم توقفوا عن ممارسة الرياضة فالورقة تدعوك للعودة لممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة انك تعمل انشطة رياضية تتسلق الجبل شغلات هيك كذلك يجب على بعضكم يا برج التور انه يغير الاطعمة المصنعة ويستغنى عن الوجبات السريعة لانها عم تضروا بصحته خطوصا بالنسبة للنساء اللي عندهم مشاكل هرمونية كذلك الورقة هذه هي مؤشر على اخبار سارة فيما يخص صحة اذا كانش حدا يعني عم يتابع الطبيب او عم يستنى حمل او ولادة فهي اخبار سارة كذلك تشير هاد الاوراق اللي طلعت لكم يا برج التور الى تعافي سريع من اصابة او مرض او نشاط بدني كبير فيجب اتباع حمية او نظام غدائي جيد يتماشى مع جسدك اللي كي تحصل على نتائل سريعة كذلك ممكن تشير يعني احيانا لحالة الطوارئ وشيكا تحتاج منك الى تدخل سريع كذلك في منكم يعني اللي راح توصلوا اخبار حلوة عن حمل كان عم ينتظرها من مدة وهي اخبار يعني سارة كذلك عم شوف يا برج التور انه في منكم اللي عم بعاني من ضغوطات نفسية وتعبان هيك نفسيا من علاقة يعني علاقات سواء كانت مع الاسرة ولكن انا شايف اكتر انك بتحب حدا يعني منفصل عنه يعني الشيء وعم تستنى اخبار سارة منه رسالة هيك شغلة هيك عاطيني الورق فان شاء الله راح يكون خير يا برج التور اما فيما يخص العمل انا عم حاول يكون سريعة فيما يخص العمل يا برج التور عم شوف شوية خداع ساير في بيئة العمل حواليك يا برج التور في بعض الزملاء يعني من حولك يحاولون نشر الأكاديبي خلف ظهرك او سرقة مشاريعك او افكارك او حتى ممكن يكون اصدقائك متورطين في اشياء وانت لا تعلم فالورق التارو بيقلك انت لازم تستخدم قدراتك على التكييف الحيلة والمرونة والذكاء الحاد لصدع نفسك في المقدمة اللعبة ايا كانت قال عندي ورقة يعني السرقة فانت يا برج التور يعني كن حذر من السرقة الورق التارو بيقلك كن حذر من السرقة او السطو والاحتيال او انك تراهن بفلوسك يعني بشغلة او باستثمار في الوقت هذا كذلك ورقة التارو بيقلك انه انت يعني شخص لائق لمهن التمريد والرعاية الفن الاستشارة يعني التشافي يعني في مجال الابداع والموضع وكذلك يحذرك من الدخول في صفقات مالية معقدة فهذا هو الوقت المناسب لتتطلع لمنصب جديد يليق بك فيجب عليك ان تكون ذكيا وان تبحث عن فرص فاذا انتهزت الفرصة وعملت بجد فستجني اكثر مما انت تعتقد يا برج الدور وفي منكم كذلك اللي عم بيدور عشغل فالتارو بيقلك في فرص جاية بطريقك فقط كن مستعدا لها هذا فيما يخص العمل الحين سوف نمر بسرعة الى الاسرة في منكم يعني قبل ما مر للأسرة في منكم اللي زعلان يعني في مجال العمل يعني كأنه مش راضي عن العمل كأنه مش لاقي عم شوفه يعني زعلان وكأنه مش لاقي عم بيدور ومش لاقي عم وعم بيدعي الله كرمال يعني انه يلاقي شغل بيليق بيه شخصيا ويكون مرتاح فيه انا فيما يخص الاسرة يا برج الدور ففيما يخص الاسرة يا برج الدور في منكم اللي حاسس عم شوفه حاسس بالثقة والامان في علاقاته رغم يعني انك عملت شغلات كثيرة للوصول الى هذه النقطة فمنكم اللي ام في منكم اللي هو بنتمي لاسرة عم شوفكم اشخاص رائعين كذلك في منكم اللي عندو مشاكل بالعيلي كأنه الناس اللي حواليه ما عم يفهموه في اللي عم شوفه حاسس بالوحدة وعم يحاول يلاقي حل وسط للموضوع هذا كذلك عم شوف يا برج الدور في ترترة يعني حواليك وبظهرك وانت حاسس بالموضوع وشاكك ولكن عم تتحاول تتجاهل الموضوع وكذلك في منكم اللي نفد صبره خلاص وكذلك في اللي عندو يعني مشاكل بالاخوة او الزو او زوجة الاخ يعني فشايفة يا برج الدور انو في عندك انتصار ورح تمسك زمام الامور كذلك في عندك امنية رح تتحقق فانت ازرب بالامنية هذه يا برج الدور ان شاء الله خير ان شاء الله يتحقق الشي اللي في بالك كذلك في منكم اللي عم شوفوا انو حاسس باحساس بالفقدان من موضوع عاطف في جوات قلبه وعم يحاول يعني يبين حاله اقوى ومتزن وصامد لانو فعلا برج الدور هو يعني قوي ومتزن وحساس بنفس الوقت حتى اذا كانوا الناس يعني ما شايفين الصفة هذه يعني وعاطفي كتير كذلك في منكم اللي واخد وقت وعم بفكر تفكير عميق ويعني وما عم يحكي كتير يعني و كيف ما بتشوفه يعني بادل قاعد لحاله كتير ويعم وعم بفكر في طرق يعني كأنو عم بيفكر طريقة النجاة او الخروج من الموضوع هذا وهو متو يعني مواخد الامور ببساطة وهادئ ومتوكل على الله. فانت يا برج الضور انت طالع لك ورقة الحب ورقة في امنيات ستار. فانت محتاج تعمل استشفاء وتتقرب من الله. وانت اصلا مرتبط بالله كثير. وبالدعاء وتتوكل عليه كليا وما لا تخلي اليأس انه يسيطر عليك. وكمل الدعاء يعني انه في من كون اللي عم يدعي الله شايفاه ويعني كأنه في دعوة خاصة عنده بدوياها. ان شاء الله خير يا برج الضور. فاللي عنده يعني كذلك مشاكل مع الام وكيف ما عندكم عم تشوفوا مع الام ومشادات يعني في صعوبات في التواصل مع الام ومشاكل مع الوالدة هيك شغلات والامور رح تكون طيبة يا برج الضور. الحين يا برج الضور رح نمر لما هو عاطفي. لنشوف. ان شاء الله خير. حقيقة انا شايفاك يا برج الضور من خلال الاوراق هذه. في تعليقات اجتني انه ما يعني اعمل هذا الصوت بالورق. يعني طاقتك يعني بشكل عام هي جميلة جدا. كأنك متوازن بالمقارنة مع الفترة الماضية. بالرغم من انه عندي هون في شخص تعبان. يعني الشخص هيده مر بضروب صعبة. وحاسس حاله تعبان. وكأنه ان جرح صار معه وشي. بس عم شوفوا يعني عم يشغل حاله بشغلات. ممكن شغل البيت. ممكن دراسة. ممكن عمال. وزعلان. في منكم اللي زعلان من الموضوع. وشايفاك انسان حلو عم تعمل خير وبتفكر بشغلات حلوة. وهذا الزعل شايفاك انك انك زعلان على شي حدا. فبشكل العام يا برج الضور شايفاك متوازن اكتر من الفترة الماضية. كذلك شايفا منكم اللي مر بتجربة وتخطاها ولكن لسه مؤثر عليه. شايفاك مهتم بشغلك و رغم انه في جواتك زعل وغضب من شي صار. كذلك شايفاك انسان حلو بتعمل اعمال خير. في منكم اللي زعلان على علاقة. فالحبيبي يا برج الضور شايفا عم يتطلع عليك و عم براقبك. فكأنك قاعد زعلان على شخص صار معه شي. والشخص هذا انت شايفو كتوأم الروح. فبالرغم من هالشي فشايفاك يعني انت متوازن اكتر. في منكم اللي بيعمل استشفاء. بيصلي يعني كذلك في منعزل. بيعمل تأمل استرخاء اشياء من هذا النوع. فانا شايفاك متوازن رغم انه يعني ممكن تكون خرجت من علاقة بسبب او الحبيب تركك وراح. كذلك شايفا في تواصل الروحي بينك وبين الحبيب. يا برج الضور. او حتى انت ممكن تكون خرجت من العلاقة هذه اكتشفت خيانة او خداع او طرف تالت فات على العلاقة او حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج. كذلك شايفا منكم اللي تخلى على كل الاشخاص والاشياء التي لا يستفيدوا منها ولا تنفعوا. كأنه خلاص تغيرت واصبحت اكتر حكمة واكتر اتزان خصوصا بعد الصراعات والتعب النفسي اللي يعني حواليك وما عد بدك صراعات تصدعك يعني تزعجك من اي نوع. وصرفت عايز الهدوء وراحة البال وتفكر براحة ذك اكتر. شايفاك يعني عايز تعمل تغيير جوا. كأنني شايفا يعني في منكن اللي اما بستفر او عم بفكر يستفر او انت فعلا سافرت. كذلك في منكن اللي العلاقة هذي نتج عنها مشاكل فمثل ما شفنا مثل ما شفنا فيه منكم اللي بعلاقة ثلاثية ونتج عنها مشاكل وانت قررت تبعد لحد ما الشخص هذا ياخد قرار فكأني شايفاك يعني اختفيت ولكن بعدك عم تراقب يعني الحبيب وتفكر فيه والوضع هذا كان مزعلك وبعدك كذلك يعني مزعلك يعني لسه زعلان ولكن على الاقل انت حاسس انك اكتر توازن وشايفا اللي منكم كان بيحب الحبيب كتير ومتعلق فيه كتير خصوصا انك يا برج الثور انسان عاطفي بالرغم من انك ما بتبينش الموضوع ده وشخص طيب كتير وروحانية برج الثور كذا ممكن يكون هذا طليقك يعني زوجك او حدا كم بدك اياه يكون معك والحين انتم متباعدين عن بعض فانا الشي كأنش عم شوف يعني فيه طرف ثالث موجود معكم او بيناتكم ممكن يكون الطرف هذا ايا كان كذلك عم شوف يعني فيه طاقة الدعاء عم شوف طاقة الدعاء الى الله والتقرب منه فواضح في عندك امنية حابب انها تتحقق وهنا كيف ما شوفنا قلنا في موضوع الاسرة يا برج الثور في عندك امي رح تتحقق وهنا طلع انه كأنه في عندك امنية حابب انها تتحقق فممكن انت تكون يعني عايز شخص معين فهناك مساعدة رح توصلك يا برج الثور رح تجيك من السماء فممكن تكون الفترة اللي فازت كنت واخد جنب وقاعد لوحدك في كذلك منكم اللي يعني انعزلوا شوي وبيعملوا الشفاء لروحهم الداخلية هم يقرأ قرآن الى اخره فانا شايف الحبيب بعد وبيفكر فيك وبيراقبك على السوشيال ميديا ومفتقدك بصراحة وفي من كون بصراحة اللي عنده رجوع في رجوع لمن كون عنده رجوع وفي عهد زواج قلت لكم في البداية انه طلعت عندي ورقة الزواج في من كون عنده عهد زواج ورح تكونوا سعيدين فانا بصراحة يا برج الثور شايفيك الفترة هذي في من كون اللي عم بمر بمفترك الطرق ولكن لسه بتفكر يعني في الموضوع فشايفك لحد اللحظة هذي طلعت من الوضع او الازمة على الاقل وحاسس بالتوازن النسبي وتركت شغلات يعني ما كانتش مناسبة لي ولكني شايفك لازلت في طاقة الانتدار فاذا كنت بتنتظر شخص بتحبه او بتستنى ياخد قرار بخصوص علاقة ثلاثية يعني بخلوط زواج فحاليا في الفترة هذي لالكون مش شايفة قرار نهائي في الفترة هذي يعني انه الحبيب رح ياخد قرار في الموضوع هذا لانه عم بفكر فممكن يكون في شخص بيناتكم اي في طرف تالي سواء كان زوجة او الشخص هذا اللي انت معه يا برج الطور متزوج يعني او حتى اب ام والموضوع هذا مش سهل عليه عشان ياخد القرار هذا كذلك عم شوف في علاقة ثلاثية ما بين برج الجوزاء وبرج الطور وبرج الجوزاء متزوج هذي الشغلة هذي واضحة عندي وبرج الجوزاء هذا لخبرك وانا متأكدة من كلامي الناس اللي عنده النقطة هذي شايفة انه برج الجوزاء بيحبك انت يا برج الطور وبدو ياك انت وبيفكر فيك انت رغم انه هو متزوج وهو حضايع يعني ومش مرتاح يعني بزواجه حبي تشير هذ النقطة هذي لانه واضحة عندي فممكن يعني ياخد هك شي حركة يبعث رسالة وشغلة لانه مش واضح عندي بالدبط هو بيفكر يعمل هالشي فانا شايفاك يا برج الطور في الفترة هذي انت مهتم بالعمل بالروحانيات في اللي بيعمل تعديلات على نفسه يعني تقويم اسنان تنظيف تبييد ليزر يعني اشياء خاصة بالتجميل لانه هذي قراءة عامة فبتطلع لي شغلات يعني حتى كذلك في منكم اللي عم شوفوا لابس ماسك واضح عندي في منكم اللي لابس ماسك بيخدع من ناس اللي حواليه كيف يعني كأنه لابس ماسك مش حقيقي يعني في منكم اللي انسحب من العلاقة واختفى وعامل حاله مش فارقة معاه ولكن هو بيحب الحبيب ومتباعد عنه وبيراقبه عالسوشيل ميديا وبده يرجع للحبيب ولكن الظروف مش سمحاته